من توصيف سيدنا زين العابدين في القصيدة الشهيرة التي ذكرها الفرزدق رحمه الله يوم أن جاء هشام بن عبد الملك في حجر الكعبة وكان قد رفع له لما كثر الزحام في الحجر وأراد أن يصل إلى الحجر الأسود فلم يستطع فأقام له حاشيته أقام له منبرا بعيدا كان يعلو على الناس وينظر فإذا بسيدنا زين العابدين رضي الله تعالى أنه ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا الحسين يأتي يأتي فتنشق له الصفوف دون ضغط ولا إكره وهشام بن عبد الملك ولي عهد آمير المؤمنين ينظر فغاضه ذلك كيف لم يسمح له لأنه لم يكن له فضل من علم ولا من مقام ولا من شرف فإذا به يغضب وكأنه يريد أن يعمي على سيدنا زين العابدين فقال لهم من هذا من هذا ثم لما لم يوجب أحد قال هذا لا نعرفه هذا لا نعرفه فالفرزدق أخذته الحمية حمية آل البيت فقام قالوا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم كلتا يديه غياث عمَّا نفعهما يُستوكفان ولا يعروهما عدم يُغضي حياءً ويُغضى من مهابته فلا يُكلم إلا حين يبتسم وهذا محل شاهدنا قال يُغضي حياءً ولكن يُغضى من مهابته ناس تغضُّ الطرف هيبةً منه وهو يغضُ الطرف حياءً من الناس قال يُغضي حياءً ويُغضى من مهابته فلا يُكلم إلا حين يبتسم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لا أه نعم لولا لا إله إلا الله ما قال لا أبداً لأحد يأتيه كل الناس فيعطيهم ولا يقول لا قال ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لا أه نعم